يا عمر من شاء الله الله يبارك حاجة جميلة خالصة لهم بارك فعلاً شيخ أحمد أنا أحب أسألك سؤال بيشبه صوتك أو تلوتك للقرآن بمين؟ وبيشبهوك بمين؟ إحنا كوننا بنتكلم قبل الهواء على البودودة يا جمال أنا جابت الشبه قالت لحياتي أنا أنا هقول أنا عايك فيك شبه من الشيخ محمد عبران بداية أنا فعلاً في بعض الناس تقول لي أنت شبه الشيخ محمد عمران جداً والحمد للرب العالمين يعني قالية الشرف طبعاً ولكن أنا عشان إحنا كنا نتكلم في الموضوع ده في الأول حضرتك لما سألتيني مين مسألك الأعلى في التلاوة أنا ذكرت عدد كبير جداً 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 من القراء صحيح عشان ما تحطش في قالب واحد طبعاً شبه محمد عبران يعني شرف كبير جداً إن أي حد يقلده إن أي حد يقول زي ما هو بيقول ولكن أنا عشان ما تحطش في قالب واحد لا أنا لازم أسمع لكل زي ما زي ما زي ما عمر قال إن أهم حاجة في القارئ أو في المنشد الاستماع صح وإن لازم استماعه يكون متنوع لأن كل ما يسمع أكتر كل ما خيال النغم هيوسع كل ما هيبتكر نغم أكتر كل ما هيكون عنده خبرة أكبر كل زي ما احنا قلنا زي ما قلت لحضرتك في البداية أنا عندي بستان مليان ورد تقدر تطوع وكمان حسب قدراتك بالضبط كده شيخ أحمد في النهاية حابين نختم بصورة قصيرة حضرتك تتلوها علينا أو آية تختارها مسك الختاب مسك الختاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل بسم الله الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْمَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ يَبَرُّ thấyَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ